ينضم لنا على الهاتف اللواء هشام فوزي رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة صباح الورد يا فاندم صباح خير يا فاندم أهلا بحضرتك بداية يا فاندم الناس دايما بتبقى متخوفة من ارتفاع الأسعار هل هيكون في ارتفاع أسعار في الفترة القادمة؟ لا طبعا إن شاء الله بإذن الله نحن عاركين طبعا المستزمات التي ارتفعت كلها نظر ارتفاع أسعار الصرف والأحداث التي نحن بمر بها لكن الحمد لله طبقا لتعلامات سيد دكتور علي مصالحي وزير التموين حاولنا إن احنا نستغل لأقصى خمات ممكنة وبجودة عالية جدا بحيث إن احنا نوصل نحن ندي المواطنين أسعار زي السنة اللي فاجت وقال لشوية كمان 50 جنيه وصولا لـ 255 جنيه هنا الفرق في النوعية ولا الفرق في المنتج نفسه؟ حجم الوزن حجم الوزن ليس النوعية نوعية الجودة ثابتة وكل العيلة بأيدنتيكال تقريبا ولكن هي الفكرة كلها إن هي وزن كيلو دكتنين بثلاتة داربعة دخم سيدة اللي هو بشكل عام إحنا بنعاني بالرقابة على الأسعار أو عدم الرقابة على ارتفاع الأسعار وبالتالي بيبقى المواطن أو المستهلك ضحية لجشع التجار إيه آخر التطورات أو إيه آخر الآليات أو الإجراءات أو الخطة الرقابية على الأسعار؟ الخطة الرقابية على الأسعار هي بنحطها وزارة التموين أنا بس مختص بموضوع العيش والخبز لكن وزارة التموين دائما دعمها لكل الشركات التابعة لها زي الشركة القبضة للصناعات الغذائية دائما بديد توجيهات بالرقابة على الأسعار نحن بنحاول نحط الأسعار اللي بيبقى دائما الربح فيها محدود جدا على قد ما نقدر بحيث نحن نساعد المواطن ما يحصلش جشع واستغلال من التجار اللي موجودين في قطاع الخاص بر المشكلة عندنا مش بس في النسير قضى على الأسعار المشكلة أن التجار الساعات بيصيبها شيء من الجشع والطمع فإنها عايزة تكسب مكسب مفاجئ هل حلوة المولة هيتم عرضها في أماكن معينة؟ أسعار مخفضة للفئات بالضبط للعاملين في الدولة أو للعاملين في قطاع الخاص وعم ممكن كمان على أسعار شهرين وثلاثة تبقى اللي لتيم التعقد معاه فين الأماكن؟ كل المنافذ بتاعة مجمعات الأهرام الاستهلاكية مجمعات الميل الاستهلاكية منافذ الشركة الخاصة على مستوى القاهرة والجيزة دي كلها أربعين منفذ على مستوى القاهرة والجيزة ومعلومة لدى معظم الناس حضرية تقصد إزاي بالتأسيط وإيه الضمانات ويكون يعني إيه الآلية؟ إحنا لما بتتعامل مع الشركات قطاع عام فطبعاً الآلية بتبقى سابتة لأن إحنا قطاع عام زيه لما تعامل قطاع خاص بيطلع لعليه أمر توريد وأمر التوريد ما فيه مشاكل ده بيعتبر إلزام له قانونا إنه هو هيستهدل على الفترة فلانية والحمد لله حضرية تقصد من ناحية التجارية يعني هو ياخدها يتاجر فيها ولا ياخدها ليه بشكل شخص لا لا لموظفينه لموظفينه إحنا نستخدم الموظفين والعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص آه تمام لكن ده مش هيتطبق على الموظف نفسه يعني ده يتطبق على الشركات سواء الخاصة بالقطاع الخاص أو الخاصة بالقطاع العام بالظبط اللي يحب ياخد من عندنا بالقصة لموظفين وإحنا جاهزين نحن نوردله بالكميات اللي هو عاية 50 جن ده سعر الكيلو ولا ده سعر قد إيك وزن ده سعر الكيلو وكذلك الواحد من قلبة الحلاوة فيها 11 صنف حضرتك فيها 11 صنف من حلاوات المنزل شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ هشام فوزي رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة